تواصل أبوظبي دعم التمرد وإغراق العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة في الفوضى على الرغم من رفض الحكومة الشرعية دعوة السعودية للحوار مع ميليشياتها واشتراطها أن يكون الحوار معها باعتبارها أساس الصراع غير آبهة تذهب الإمارات بالبلاد نحو مزيد من جولات العنف والتمزق المجتمعي والغرق في مستنقع لا دولة تعزيزات عسكرية وصلت إلى عدن على متن سفينة الإماراتية دعماً لقوات المجلس الانتقالي التي انقلبت على الحكومة الشرعية وخاضت معارك مع الجيش الوطني بإسناد من طيران الإمارات نحو خمسين مدرعة عسكرية وصلت إلى البريقة غرب عدن وتحركت صوب معسكر الحزام الأمني في منطقة بير أحمد وهي الدفعة الثانية التي وصلت إلى عدن خلال يومين فقد وصلت قبلها ثلاثون مدرعة أيضاً إلى مقر الحزام الأمني في مديرية البريقة دعم إماراتي وتعزيزات عسكرية يرى مراقبون أنها انعكاس لمدى رغبة وإصرار الإمارات على إبقاء قبضتها وسيطرتها على عدن والمناطق المحيطة بها عبر أدواتها العسكرية كما أنها خطوات استباقية تحسباً لأي ردة فعل من قبل القوات الحكومية التي تصر على استعادة العاصمة المؤقتة عدن وكل المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الانتقالي بعد أن كسرت على مدخل المدينة بقصف مقاتلات الإمارات حجد ودعوات للمجلس الانتقالي تحت يافطة الوفاء للإمارات لتنظيم فعاليتين في عدن والمكلة لتبهيض جرائم أبوظبي في اليمن وهروباً من الضغوط الدولية التي تواجهها إزاء انتهاكاتها وأعمالها المقوضة للدولة اليمنية والسلم الاجتماعي في المناطق المحررة إصرار إماراتي على مواصلة مشروع الفوضى يقابله رفض وتحركات حكومية للحفاظ على ما تبقى من الدولة واستعادة ما وقع تحت سيطرة ميليشيا الإمارات وما تبقى تحت سيطرة ميليشيا الحوثي ترجمة نانسي قنقر